وصلنا مع حضراتكم لآخر فقراتنا واللي هي عبارة عن جولة للصحافة بشرفنا في هذه الفقرة في الستوديو الكتب صحفي الأستاذ أحمد رفعت صباح الخير على الحضارة صباح الخير سمعنا بحضرتك أهلا بحضرتك من نورنا كل موتات واسمح لنا نحن نشوف يعني عنوين لأبرز الصحف وأبرز العنوين اللي كانت موجودة في المواقع أيضا المصرية اللي كانت موجودة النهاردة ونرجع تاني لنقشها مع حضرتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اسمح لنا نبدأ حضرتكم هذه الجولة من جريدة الوطن والحديث عن جولة رئيس الوزراء بالأمس تحت عنوان الحكومة لم نرفع سعر رغيف الخبز المدعم ونتحمل فرق التكلفة للتخفيف عن المواطنين شايف يا حضرتك يا أستاذ أحمد احنا بنتحدث عن جهود وتم بالفعل الحديث عن هذا الأمر بالأمس جهود عظيمة والحكومة بتتحمل الكثير والكثير عن كاهل المواطن المصري بدل ما يتم تحميل طبعا تبعات هذه الأزمة الاقتصادية بالكامل على كاهل المواطن المصري بالعكس الضغوط بتزيد على الحكومة من أجل تخفيف هذا الأمر طب نبدأ من المكان عشان نشرح للناس الحكومة بتفكر إزاي أو سيد تريس بتفكر إزاي مدينة العشر من رمضان دي واحدة من أهم بدون الجيل الأول تأسست بالقرار ماتين تسعة واربعين سنة السبعة وسبعين خمسة وتسعين ألف فدان النهاردة ماشي الله تمنمية وخمسين ألف نسمة فيها تلات تلاف مصنع أو بالزبط الفين تسعمائة سبعة وتسعين مصنع استثمارات بلغت من ساعة ما تتعاملت أربعة وتمين مليار جنيه بتطلع لنا انتك سنة من النهاردة ماشي الله مية اتنين وستين مليار جنيه ماشي الله آآ طبعا هي على بعد آآ ستة واربعين كيلو من القاهرة تسعة وتلاتين كيلو متر من الزقزيق وبالتالي تابع لمحافظة الشرقية خمسة وستين كيلو من الاسمعالية عشرين كيلو من بلبيس وعشان كده كان الكلام مبارح إنه دي جولة في محافظة الشرقية والكلام برضو على المدينة العبور اللي جنبها اللي هي العبور الجديدة العبور الجديدة كويس نوضح الفرق بين القديمة والجديدة القديمة بقى برضو من مدن الجيل التاني القرار الف ومتين وتسعين سنة اتنين وتمانين واحد واربعين سنة النهاردة ماشي الله ستواتين وستين الف نسمة آآ على مساحة اربعة وخمسين كيلو يعني ستاشر الف فدان الجديدة بقى آآ معمولة على مساحة توصل تسعة وخمسين الف بس المساحة الخاصة بحية المجتمعات خمسة واربعين الفدان تقريبا تلتهم مساحة سكنية والباقي داخل بقى مشروعات صناعية ومشروعات خدمية ومساحة زراعية خضراء نعم إيه اللي بيحصل بقى إن إحنا عايزين انتاجنا الصناع يزيد ليه يزيد؟ علشان صدراتنا زيد استرادنا يقل الحمد لله لانتاج الصناع المصري في ناس كتير معتقدة إنه فيه مشكلة فيه الصناعات المصرية لا ما فيش مشكلة بس إحنا عايزين أكتر وأكتر فعشان كده بنفكر لقدام 11 في المية من ناتج الإجمال المحلي الصناعي بنوصل الخطة نوصل يعني خلال سنتين إلى 15 والأفق نوصل إلى 17 بس الحمد لله 28 في المية واثنين من عشرة من القوة العملية في مصر كلها في المجال الصناعي الصناعات الصغيرة والحمد لله 3.6 مليون الصناعات المتنهية الصغيرة 3.6 مليون مشروع يعني يعني لو واحد بقى لكل مشروع على أقل 3.6 مليون فرصة عمل بزبط دعا الأقل الصناعات الصغيرة 245 ألف مشروع الصناعات المتوسطة 222 مشروع دي طبعا الصناعات بتاخد مسحة يعني عدد أعمال أكبر التفكير بقى إنه صدراتنا تزيد قادي زيارة مبارح كانت دفاع لهذا الموضوع وجيه الكلام على الدعم للفئات الأكثر احتياجا أو اللي احنا بنسميه العادل الاجتماعي أو برامج الحماية الاجتماعية برامج الحماية الاجتماعية أشمل لا أكثر من 3 يعني منظومة الخبز أعلى في الاستفادة منها من منظومة التمويل لأن عندنا 65 مليون تقريبا في منظومة التمويل لكن اللي بيستفيدوا من منظومة الخبز 3 و 7 مليون مواطن مصري طبعا جزء من الحماية الاجتماعية المطوبة لشعبنا خصوصا في الظروف الصعبة عندنا أزمة اقتصادية على ما مش عايزة تخلص وعندنا جشع الدولة بتحارب بكل مطولة أقول قدر نقول إن احنا في ذروتها في هذا العام تحديداً 2023 يعني الخبراء الاقتصاد بيتحدثوا عن أن الظروة هذه الأزمة الاقتصادية هو في هذا العام تحديداً 2023 ونتمنى ومع ذلك الدولة مش سكتة بتواجهها بكل يعني ما سبتهاش للزمن والظروف تخلص لوحدها لكن على خط المواجهة مع هذه الأزمة من خلال هذه الاجتماعات نعم عشان كده بتزيد مقرارات الحماية الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية والمخصصات أيضاً الموجودة لها في هذه الفترة تحديداً هنرجع تاني للحديث عن الصناعة وهذه المرة من جريدة الأخبار وعنوان 30 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال عام ده العنوان اللي أبرزته كمان جريدة اليوم السابع في عنوانها رئيس الوزراء برنامج حكومي جديد لدعم الصادرات بقيمة 30 مليار جنيه دعم الدولة للصادرات المصرية وإحنا عايزين نصل زي ما حضرتك ذكرت يعني إلى أرقام مستهدفة على بكثير مما هو متحقق حالياً يا أستاذ أحمد شايف حضرتك الإجراءات اللي بيتم اتخذها شايف تخصيص هذا المبلغ وأنه ارتفاعاً من 4.5 مليار عفواً ارتفاعاً من 8 مليار في مخصصات العام الماضي إلى 30 مليار في العام المالي القادم مؤشر لإيه؟ ما هو إحنا عندنا زيادة نسبة زيادة في هذا الدعم 368.13% يعني شوف داخلنا على أربع أضعاف الزيادة إذا ضربتها التماني هتدينا تقريباً 30 أو بالضبط 28 واحد من 10 مليار جنيه ده الدعم المباشر لإني فيه دعم غير مباشر لازم برضو الناس تاخد فكرة عنه اللي هو أنا شوف أسعار الفايدة زادت في كل البنوك بس أنا بايجي عند الإنتاج الزراعي والصناعي بدي الفايدة أقل طيب الفرق ده مين اللي بتحمله؟ الدولة اللي بتحمله 19.5 مليار قمته علشان الناس ما توقفش في أنشطتها وما توقفش عند حد معي ممكن حد عنده فرصة يتوسع لو خد قرد ممكن يبني مصنع تاني لو خد قرد ممكن ينتاجه الزراعي يزيد فالدولة دخل على خط القروض بفايدة أقصها 11 فيما شوفنا كنا في رمضان اللي أنا نات بتكلم على فوائد البنك الزراعي بخمسة في المية أقصى فايدة 11 في المية الفرق بقى اللي هو اللي بيوصل إلى 22 في المية ده الدولة هي اللي بتحمله من خلال الدعم غير مباشر بيه دعم الصدرات عشان بس الناس تبقى عارفة إيه القصة ده موضوع يعني كان أمن قومي زي ما كان يتحدث عنه بالأمس دولة رئيس الوزراء بالضبط أنا عندي دولة أو مصانع خاصة أو عامة عم بتصدر خصوصا الخاصة لأن أنا محتاج أدعمها لأنه غير بره بيدعم صناعاته حيث فلما بندخل منافسة في سوق أنا عارض سلعة بتاعتي ودولة تانية عارضة السلعة بتاعتها في السوق الدولي هنلاقي في اختلاف السعر آه أنا التاني بيدعم فبالتالي ممكن السلعة بتاعته آه تبقى أرخص فتتباع أنا السلعة بتاعته موجودة هترجع لي ماشي هتتباع مصدرتش للأسف إذا مصدرتش المصانع هنا هتتأثر إذا تأثرت فرص العمل هيتم تسريح ورديات أو تستغناء على العمالة الضرائب اللي في السدد هتقل فعند مشكلة كبيرة طب أنا بعمل كده عشان صناعاتي تستمر في تصدير استراضي العمال عندي تفضل زمهاية أو تزيد الكفاءة بتاعت المنتج المصري تتبقى على المستوى دولي لها سوقيتها الجيدة أخفض تكاليف المنتج المصري يعني أوجه الاستفادة كثيرة جدا من دعم الصدرات المصرية والمنتج المصرية لأن في ناس تلعب بقى تشتغل به في إعلام الشر طب وإحنا بندعم ما هم مكفاة بيصدروا مكفاة مش عارف لا أنا بدعم عشان المواطن المصري يشتغل ومنتج محلي يبقى موجود على الصعيد الدولي بضبط يعني وهذا الدعم بيصب في الآخر في مصلحة الاقتصاد المصري ككل وليس فقط لي الجانب التصديري هنروح مع حضرتك ليه جانب آخر من التصريحات جانب مهم جدا هذه المرة بتسلط عليه ضوء جريدة الدستور والعنوان عن لسان طبعا رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لم ولن نتعثر في سداد التزاماتنا الدولية والرئيس وجهها باستمرار دعم المشروعات الانتاجية شايف حضرتك تعامل الدولة مع هذا الملف الاقتصادي شديد الأهمية هذه التصريحات في هذا التوقيت وبتقول أنه هو مصر لم تتخلف ولن تتخلف أبدا عن التزاماتها الدولية ما هو ده بيفتح باب المجال في الكلام على أنه أحيانا الناس بتتكلم في أمور هي مش فاهمة فيها ولا تعنيها نعم يعني على سبيل المثال بتتكلم كتير عن الديون لكن جزء من تقييم الدول في موضوع الديون هي قدرتها على السداد باستمرار وعدم تخلفها الحاجة التانية نسبة الديون من الناتج الإجمالي المحل أنت النسبة الأمنة من تلاتين لخمسين إحنا يعني فيه يعني نسبة كل الديون المصرية وقفة عند التلاتين يعني حتى في أول سلم حدود الأمنة يعني مش وصلة إلى أكتر من كده يعني من تلاتين لخمسين دي حدود أمنة إحنا وقفين عند التلاتين نسبة ديوننا كلها من الناتج الإجمالي المحلي فالحمد لله أنت نسبتك في الحدود الأمنة قدرتك على السداد السبتة مفيش مرة حصل أنه جت يعني موعد سداد حاجة وما سددتهاش سواء حصل الدين أو فايده فأنت منتظم والحمد للعشر كده كان الاتفاق الأخير مع صندوق النور صندوق النور يعني نتكلم كتير على أهميته وجدواء لكن في النهاية أنت يعني مؤسسة دولية بتديك شهادة أنك تقدر على التعامل مع المؤسسات الدولية كلها وقدر أن فلوس الناس اللي بره لو جات مصر تبقى في أيدي مؤتمنة وقدر أنها تدعم بها أيضا استثمار أو متأكد أن بالضبطة تأخذ شهادة يعني مش رضا لكن شهادة أنك تقدر على التعامل مع أموال الدول الأخرى وأموال الشعوب الأخرى وبالتالي عندك قدر على السدادة وتبقى عندك مؤتمنة هذا اللي بسموه حتى المعايير الإتمانية أنك تقدر مؤتمنة على أموال الآخرين تمام يمكن في ظل التحديات الحالية وتحديات عديدة حضرتك بكرت بعض منها في نطاق حديثك خلينا نروح لملف آخر مهم بيزداد مع زيادة التحديات وهو من جريدة اليوم السابع العنوان كان الحوار الوطني مصر على الطريق نحو الجمهورية الجديدة كمان في الدستور بنقرأ عنوان ثقة متبادلة ولا خطوط حمراء أهمية جلسات الحوار الوطني في ظل حالة التحديات العديدة اللي بتشهدها المصر وبيشهدها العالم كله حقيقة خصوصا التحديات الاقتصادية نحن بنتحدث عن بلورة فكر واحد وأنه يكون فيه توافق حول الخطط المستقبلية فيما تعلق بمستقبل وطن أهمية ياريت حضرتك تحدثنا عنها احنا عايزين ببساطها للناس لأنه في ناس كتير ممكن تبقى يعني احنا عايزين كل ناس تبقى مشاركة في الموضوع اللي مشارك بنفسه وفي الجلسات يبقى مشارك على أقل بعقله وبفاهم اللي بيحصل ومستوعب الموضوع لأنه احنا شوف بنبني لسه متكلم على الصناعة بنبني دخلين على رقم قياسي من المدن الجديدة يعني بنبني وبنعمر بنعيد انتشار الشعب المصري على أرضه مرة تانية نعم ماشيين في خطة في التنمية الاقتصادية في التنمية الاجتماعية وعملين شغل كبير في التعداد السكاني وفي تمكين المرة الاقتصادية يعني شغل كبير اجتماعية المعمول يبقى الجانب السياسي هذا الجانب المتعثر لأسباب عديدة تاريخية وأسباب تخص البناء الحزب نفسه يعني تأسس على الأسس غير صحيحة ومورس سنوات طويلة على الأسس غير صحيحة بس هذا الجانب هذا الملف الوحيد اللي الدولة مش مسؤولة عنه لوحدها لأنه في أحزاب مسؤولة فيه طيارات السياسية فيه وسط السياسي فيه شارع السياسي كل ده مسؤول مع الدولة على تنمية هذا الملف والوثول به إلى تعدادية حزبية حقيقية عندنا بعد كم سنة عندنا أحزاب حقيقية قادرة إنها أولا تقدم لنا كوادر لخدمة هذا الوطن وعندها قدرة على يعني تقديم برامجها ووضع حلول الأزامات إذا وجدت والمشاركة في حكم البلاد مش هنفضل طول عمرنا كده طبعا ده حصل في 2018 في مايو دولة عاملة مؤتمر الشباب خصيصا يعني نجده العملة من النقطة واحدة اللي هو التنمية الأساسية والمشاركة والتعدادية الحزبية ما حصلش استجابة المطلوبة بتاخد وقت يعني هذه الأمور بتاخد وقت آه عايزة تركم وعايزة وعايزة رشد وعايزة انكر ذات وعايزة حاجات كتير لغاية ما يحصل بقى الدولة مش تفضل سكتة عاملة هذا الحوار هذا الحوار إذا ترجمناها الأرقام لغاية فبراير الماضي 150 ساعة عمل و18 جلسة لمجلس أمناء الحوار وعندنا 96532 استمارة من مواطنين طلبوا يشاركوا بقرأهم وبعاتوها عندنا 532 رسالة واتسقاب 432 رسالة واتسقاب وعندنا 793 رسالة بريد إلكتروني وعندنا 500 دعوة لشخصيات حزبية وشخصيات عامة وعندنا 25 زيارة لمقارات الحزاب احنا عندنا 84 حزب تبقى لمصادر الحوار الوطني وعندنا 86 حزب تبقى لموقع الهاية العامة للاستعلمات وعندنا 106 حزب تبقى لمصادر تانية بس يبدو أن في أحزاب عليها مشاكل ودخل في قضايا فمشان كده الحزاب الشغالة هما 84 أو 86 طبعا فرصة أنه شعبنا يشارك في حكم وطنه الدعوة إذا تعدلها هتحطلها سقف هنبقى معملناش حاجة الحمد لله ما فيش خطوط حمرة وكل الأضايا لا في خطوط حمرة ولا في نطاق زمني نهائي يتم فيه انتهاء هذه الجلسات وربما يكون هذا الأمر معرفش إذا كنت حضرتك تتفق أنه من الإيجابيات لهذا الموضوع وليس من السلبيات خصوصا أنه الهدف في الآخر هو الوصول إلى مش فقط توافق ولكن حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع طبعا لون وطن الكل لازم يبقى عندنا أحزاب معرضة في هم الأيام مش هده مش هده يعني إحنا النهاردة ممكن نبقى مع قائد بنحبه ونحترمه المستقبل في علم الله لازم يبقى عندنا التعدد حزبي لازم من دلوقتي نبدأ في وضع هذه الأسس تيجي بعد سنة تيجي بعد خمس سنين تيجي بعد عشر سنين أهل عملنا الانتخابات والحمد لله في الإصلاح السياسي ما فيش أي شائبة ما تقدرش خلاص فكرة التزوير والتزييف والتلاعب فيها بيت من المخلفات الماضي خلاص نعم وصطلحات مش موجودة عندنا وفكرة الحجد لأوتوبيسات القطاع العام دي برضو فكرة خلاص مش موجودة في مشاكل قدام اللجان وتبقى من المرشحين نفسهم لكن التدخل الإدارة من الدولة المصرية ما عادش موجود في الانتخابات الأخيرة حيّي شفناها في أكبر من أنا الأول بقى أن يبقى عندنا أحزاب على الأرض شغالة لخدمة هذا الوطن وقدر أنها تساهم في تطويره وتنميته طيب بالحديث عن الأحزاب هنروح مع حضرتك وإحنا لسه في نفس الملف مع جريدة الأخبار العنوان بها نواب وأحزاب يرحبون بانطلاق الحوار الوطني من الوطن أيضا هنقرأ عنوان الحوار الوطني صوت الشباب معا نصنع المستقبل شايف حضرتك مشاركة كل الطيارات في الحوار الوطني أهمية هذا الأمر تقريبا كل الطيارات السياسية الاجتماعية كل من له تمثيل موجود في هذا الحوار الوطني أهمية هذا الأمر ياريت حضرتك توضع ده هو أصلا أن الشباب نموذج في الموضوع لأنه لدينا التجربة الخاصة بحوار الشباب مع بعضهم في تنسيقية الشباب بالأحزاب والسياسيين يعني ممكن تبقى الشباب مستقل مش حزب مش في أضوه في حزب بس جاي شارك في عمل هذه التنسيقية بالضبط ده أول يعني تناغم وأول حوار حاصل بين الحزبيين في مصر على يعني شوفهم ممكن يبقى عندك شراكيين عندك قوميين عندك ياسريين عندك لبرالين دول كلهم قادرين يتحوروا مع بعض ويوصلوا حد أدنى من الاتفاق طبعا كله في مصلحة هذا البلد لكن فكرة الحوار وفكرة التنسيق وفكرة التفاهم وفكرة الجلوس مع بعض وفكرة الأصول إلى تفاهماته والأصول بالحد الأدنى الحد الأدنى مش الحد الأدنى يعني أقل حاجة لا الحد الأدنى اللي ممكن يبقى مشترك مساحة مشتركة من كل الأحزاب الحمدوة اللي قادرين يعملوه وكلهم شباب زي الورد وكلهم شباب زي الفل يعني يمكن ضربوا المثل للكبار والشيوخ الأحزاب والشيوخ الحركة السياسية في مصر يعني لو الكبار قلدوا الشباب هنبقى وصلنا إلى مرحلة كبيرة جدا من التفاهم السياسي والعمل برضو الحزبي ده جزء مهم جدا لدور الشباب زي ما حضرتك كنت بتتحدث عنه لأن احنا دايما في مصر بنكلم عن تمكين الشباب تمكينه سياسيا تمكينه في المناصب المختلفة والحمد لله وصلوا إلى مرحلة من النطج السياسي نتمنى نشوفها عند الأكبر منهم إن شاء الله هناخد مع حضرتك هذا العنوان أيضا من جريدة الأخبار عنوان مجلس الوزراء يدشن منصة المشاركة المجتمعية منصة المشاركة المجتمعية ياريت برضو نفهم من حضرتك هي عبارة عن إيه وإيه سبب أهمية تتشينه لهذه المنصة أقول لحضرتك احنا من 2014 لسه كنا نتكلم على التعدد الحزبي فيه تعصر شوية نتمنى ينطلق أكتر من كده الدولة وسيادة الرئيس قادر يعني قادر للفترة في أن يخلق أدوات للتواصل مع الناس نعم مؤتمر الشباب بنفسه في الشارع مع الموطنين إفطار الأسر المصرية الإفطار على مئدة سيادة الرئيس أحيانا من منتخب كده من فقاة الشعب المصري عمال وفلاحين الحوار الوطني المؤتمر الاقتصادي وصلنا إلى أداء أخرى بقى للوصول إلى رأي الناس نعم عملنا ده في منظومة الشكاوى المجلس الوزراء منظومة الشكاوى الحكومية طبعا قادر الناس إنها تشتكي حد عنده مشكلة قدرية حد عنده مشكلة مع مديره مع رئيس حد مشكلة مع الحي بيبعت العائز العلاج حد في السكن طيب الناس اللي slightest مشكل بس عندها أراء الناس الليKorean mendاش مشكل بس عندها اقتراحات الناس اللي perpendاش uit بس عندها أفكار للنهوض بمجال ما يجعل نعم في الصناعة في التعليم لدول يروحوا فين يتعلنهم ه 안녕하세요 المنصة وهذه المنصة المقسمة اللي عنده أراء عيزة عبر يتفضل اللي عنده اقتراحات يتفضل اللي عنده فكرة أدرة أنها تنهت بهذا البلد في مجال معين النقل للتعليم السياعة يتفضل كل هذه المجالات موجودة عشان الناس تقدر تعبن عن أرأة الحمد لله منظومة الشكوى الحكومية عاملة أرقام قياسية بتعدي لـ 1-12 مليون شكوى في السنة وتعابل معيها برضو بشكل نشط جدا وفي نطاق زمني محدود للغاية ده أنا شاهد بقى لأن أنا يعني بتواصل مع المنظومة كتير والحمد لله قادرين يتواصل مع الناس وقادرين يحلوا مشاكل كتير والحمد لله بنسبة يعني اشتباك عالية جدا وبنسبة حلول عالية جدا ما بيبقاش فيها بره الموضوع غير الشكاوى الكيدية اللي ملهاش دليل يعني لكن ده الموازي بقى لهذه المنظومة اللي تعبير عن الرأي والتعبير عن الأفكار نعم الحقيقة أنا مبهور دايما وكل مرة حضراتك بتكون منوارنا فيها أستاذ أحمد بنكون مبهورين ما شاء الله موسوعة فيما يتعلق خصوصا بالأرقام وحضراتك دايما يعني لا معاك ورقة ولا معاك حاجة بتقرأ منها فما شاء الله يعني نمسك الخشب شكرا شكرا نشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا على وجودك معنا وتشرفنا في هذه الفقرة في هذا الصباح شكرا شكرا كاتب الصحفي الكبير طبعا الأستاذ أحمد ليفعط